طب يلا نخش على بعده بقى أنا سوخة يلا بينا يلا كريم عبد العزيز طبعا نجمي الشباك الأول في مصر آه آه طبعا أنت مبسوطة بدا ولا شايفة كريم مش أنا شايفة كريم يستحق كل اللي وصله وشايف أنه هو نمبر ون ده ما شاء الله يعني كل الأفلام بتاعته دلوقتي خلاص احنا بنكلم على فيه لازر اتنين أعلى إيرادات في السينما المصرية بعدين كيراو الجن أعلى إيرادات في السينما المصرية وبعدين يكسر ده كله بيت الروبي فما شاء الله عمل يكسر كل الأرقام للقياسيات تاعت أعلى إيرادات هو كمان كريم في حتة تانية يعني كريم علاقته بكل حاجة مظبوطة علاقته بالصحافة مظبوطة علاقته بالميديا مظبوطة علاقته بالسوشيال ميديا مظبوطة علاقته بالفن مظبوطة مش هتلاقيه بيتورط في مشاكل مع زميله مش هتلاقيه بيتورط في تصريحات على السوشيال ميديا بالصدر عمرنا لا سمعنا مشاكل ده هو كمان بيقول أنا ما عنديش حاجات على السوشيال ميديا وبدأت مؤخرة نفتح للسوشيال ميديا عشان ما ليش في الصراعات وما ليش دعوة بالمشاكل وبتاعه صحيح خطير ممثل خطير جدا جدا طبعا ومركز جدا في شغله وناجح فيه ومحقق أعلى إرادات ممكن تحسن صحيح طب أنا عايزة عرب بقى معلومات عن كريمة عبد العزيز كريم فيلم ولاد العم هحكي لك قصة عن فيلم ولاد العم ياريت كريمة عبد العزيز كان في فيلم ولاد العم بيصور في جنوب أفريقيا اللي هي المشاكل بتاع التالي قبيب ماشي ده كان متصورة في جنوب أفريقيا أصلا ده كان متصورة في جنوب أفريقيا وكان في مشهد لو تفتكره المشهد اللي بيدخل فيه شقة الزابط دانيال مش شريف مونير كان اسمه الزابط دانيال لما كان بيحط المايكات جوه التليفون لما كان داخل شقةه لما كان محدش موجود في الشقة وكان داخل كان داخل منين؟ كان داخل اللي هو بورج طويل كده وهو بيدخل من الشباك طب البرج ده طويل جدا ازاي هو وصل هنا والكلام ده كله في دوبلير كان مربوط بحبل من الروف بتاع البرج والدوبلير نزل لحد الدور اللي المفروض كريم هيدخل من هو كان دور عالي شوية بس مش قوي يعني مش في نهاية البرج بس ما كانش الدور الارضي ولا الاول ولا التاني يعني ممكن يبقى التالت الرابع حاجة كزا فالدوبلير وصل لحد الشقة وهنا جات اللحظة اللي حيتغير فيها الشخص الدوبلير هيتشال ويتحط مكانه كريم عبد العزيز ويرتربط بنفس الحبال اللي مربوط بيها الدوبلير وحناخد بس اللقطة بتاعت انه داخل الشقة فيبدو الامر وكأن كريم هو للنازل من فوق العادي اللي بيعملوا الدوبليرات كلها بمجرد ما الحبال اتربطت حاجة قدرية يوميا حصلت وكريم عايز وقع 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 على الارض متدور اللي كان بقى ولا وقع فين؟ ما كانش الاول ولا التاني يعني ممكن يبقى الدور التالت ممكن يبقى اعلى اه وقع والله العظيم تلت تدوان وقعهم وبعدين اللي حصل ما حدش عارف كمان هو وقع زي يعني هل الحبل تفك هل الشخص اللي ماسك الشخص او اكتر المسكين الحبل فلت من ايدهم المهم انه وقع طبعا هما كانوا في جنوب افريقيا فجابوا طيارة خاصة مجهزة نقالته المانيا في نفس اليوم الدكتور الالماني لما شافه هناك قال مفيش امل الراجل ده مش هيمشي انت بتكلم جد أو تفزاري والله يبجد يعني كريم عبد العزيز كان هيحصل له مشكلة صحية جمدة جد من كده مش كان هو حصل اما جايلك في الكلام اللي حصل ان الدكتور الالماني قال له لا مفيش امل للأسف ان الراجل ده يمشي على جليه تاني هو مش عارف هو مين اصلا ولا عارف اهميته ولا عارف اي حاجة عنه ده حصل له مشكلة في العمود الفقري بقى ولا ايه اللي حصل انا مش عارف التفاصيل اللي حصل بالضبط بس المشكلة الاساسية كانت في رجله مش في العمود الفقري لا 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 كانت في رجله وبعدين الدكتور لما قال لهم كده بس احنا هنعمل كل علينا هنعمل عملياته ففعلا عملوا العمليات وبعدها الدكتور قال لهم بصه حصلت معجزة وانا مش عارف الراجل ده شغال تقريبا ده الدكتور الالماني بيقول الراجل ده تقريبا شغال لعيب كرة لان عضلات ساقه قوية جدا ما شاء الله طبعا رب نحفظه عضلات ساقه قوية جدا وهي دي الحاجة اللي انقذته لا والله انقذته لدرجة ان احنا ما كناش متخيلين ان العمليات دي هتنجح بس واضح انه هو مداوم على الرياضة او لعيب كرة هو الكل اللي جايخ ده له اللي راجل ده لعيب كرة عضلات ساقه جمد عضلات رجلي كويس التصوير وقف بعدها هو رجع كويس التصوير وقف بعدها بس هو فضل يزك الفترة طويلة وبالمناسبة في وقت التصوير كان بيزك بس الكاميرا ما كانتش مسورة ده كانت باينة في بعض المشاهد وانا كنتش فاهم ليه كانت باينة وكان فيه ميل وهو في حركته هو بيمشي ده بسبب الحدسة كان بيمشي ماشية عاملة كده بعد الفيلم طبعا قعد بقى عليك طبيعي مكسف بالساعات الطويلة جدا في اليوم لحد ما موضوع خد وقته على فكرة يعني ممكن يبقى خد شهور طويلة ممكن يبقى سنع على ما قدر يرجع زي الاول ايه الموضوع ده ده وما حدش عرفه وما حدش لا الموضوع ده انا ما عرفش ليه يعني ما كانش في حد وقتها كتب عنه حاجة يعني حاجة مهمة يعني بس هقولك على حاجة لسه كنت هقول اقولك على حاجة شوف مين غير كريم كان يستغل الموضوع ده لأ كريم ما حاجاش ما طلعش ما قالش بس شوف مين غيره كان ممكن ان هو يستغل الموضوع ده بشكل يعني ترينده والبتاع والحركات والحاجات كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز من النجوم اللي شغلهم بيتكلم عن نفسه صحيح اه يعني هو مش محتاج ابدا يقول انا والله اتعرضت المشكلة الصحية واصلا حصل لي معاناة مش عارب فين وبتاع نجم زي ما بيقول الكتاب